يا قوم اتبعوا المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرج مبروك عطية في مقابلة تلفزيونية وكان يتكلم عن القرآن الكريم قال هذا الكلام الذي سنسمعه ونعلق عليه والقراءة الشازة يعني في قراءة القرآن اسمها القراءة الشازة مش الشازة يعني الوحشة لا يعني برضو زي أحاديث الآحاد مش متوثن استثناء عن القرآن قال الله يفتع عليك لا تصح بها الصلاة ده بإجماع الدنيا كلها يعني ما جئش سيادتك تقول لي إيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا هي فتبيان لا تصح بها الصلاة ده بإجماع الدنيا كلها اللغة فيها كده بس إنت ما تقوليش إن الصلاة تصح بها تسبت بها اللغة ولا تصح بها الصلاة مبروك عطية ماذا فعل؟ يقول إن القرآن فيه قراءات شاذة هذه القراءات الشاذة لا تصح بها الصلاة هل هذه المعلومة صحيحة؟ القرآن الكريم فيه قراءات يعني الله أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف هذه الأحرف السبعة هي لهجات العرب يعني أنزله وفقاً للهجات العرب وفقاً لسبع لهجات مشهورة عند العرب لما صار هناك خلط بين هذه اللهجات خرجت عندنا قراءات عشرة للقرآن الكريم ما هي القراءات العشرة؟ عشر معلمين من معلمي القرآن الكريم كانوا مشاهير في زمانهم وكان الناس يتعلمون عندهم بكثرة وكان الأئمة والعلماء يجلسون على أيديهم ويقرؤون عليهم القرآن هؤلاء المعلمون قد أخذوا من هذه الأحرف السبعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فكل واحد منهم كان يقرأ القرآن الكريم بما يوافق لهجة قومه من هذه اللهجات التي أنزل بها القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم فهذه سميت القراءات العشرة ونسبت إلى الذين كانوا يعلمونها هذه العشرة متواترة إيش يعني متواترة؟ يعني نقلها عدد كبير عن عدد كبير عن عدد كبير من القراءة حتى وصلت إلينا فكانت متواترة وهناك قراءات شاذة يعني بعض قراء القرآن كانوا يقرؤون بقراءات لكن إسنادها إسناد هذه القراءة ليس متواترا ليس جماعة عن جماعة هذه هي التي تسمى شاذة وهذه الشاذة لا تصح بها الصلاة مبروك عطية ماذا فعل؟ أراد أن يضرب مثالا على القراءات الشاذة فأتى بقراءة متواترة وزعم أنها شاذة ولا تصح بها الصلاة إن جاءكم فاسق بنباء فتثبتوا فالله أنزلها فتثبتوا وأنزلها فتبينوا القراءات العشرة سبع منها يقرؤون فتبينوا وثلاثة منها يقرؤون فتثبتوا وهم حمزة والكساء وخلف هؤلاء الثلاثة يقرؤون فتثبتوا وبالتالي هي بإجماع الأمة قراءة متواترة لأنها من القراءات العشرة وبإجماع الأمة الصلاة تصح بها لأنها ثابتة مثل ما فتبينوا ثابتة هذه ثابتة وهذه ثابتة نفس الثبوت هذه قرآن وهذه قرآن فمن صلى بهذه أو صلى بهذه فصلاته صحيحة بلا خلف لكن مبروك عطية لا يعرف القراءات ومع كونه لا يعرف القراءات يخرج على التلفاز ويتكلم عن القراءات وهذه هي المصيبة المصيبة أن أمثال هذا يتصدرون للكلام عند الناس يتصدرون لتعليم الناس الدين وهم جهلة أنت لا تفهم هذا الموضوع لماذا تتكلم فيه؟ لماذا تصدر للناس كلاما في القرآن الكريم دون أن تبحث دون أن تقرأ يأتي الأزهر ويصدر لنا أناسا على شاشات التلفاز ويتكلمون بكلام مخالف لشرع الله يعني هو الآن ماذا فعلت فعل مصيبة أنكر كلمة قرآنية من أنكر حرفا من القرآن كفر أنا لا أكفره بهذا لأنه جاهل فهذا يعلم لا يكفر هكذا لكن أنا أبين لك الحكم لتعرف خطورة هذا الأمر لتعرف خطورة هذا الأمر فكيف يتكلم في القرآن الكريم بجهل الأزهر لماذا يصدر لنا ناسا مثل هذا يتكلمون في كتاب الله بجهل يضلون الناس بجهل فوق هذا يتكلم بثقة عجيبة ومغرور بنفسه ودائما يكرر أنا دكتور وأنا أستاذ دكتور بالشيخ إيه وخرى إيه حتى ليه شيخ ونيلة فيه كلام في البطاقة أهو أستاذ دكتور أستاذ دكتور أنت ما تفهم بالقرآن الكريم أنت لا تعرف أحكام الصلاة لأن الصلاة يصلى يجوز أن يصلى والصلاة تكون صحيحة إذا قرأ الإنسان فتثبتوا ثم أخطأ في حكم الصلاة يعني هو قال إن الأمة مجمعة نسمع كلامهم كما قالوا لا تصحوا بها الصلاة ده بإجماع الدنيا كلها إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتثبتوا هي فتبين اللغة فيها كده بس أنت ما تقول ليش إن الصلاة صحيحة تثبت بها اللغة ولا تصحوا بها الصلاة يقول لا تصحوا بها الصلاة بإجماع الدنيا كلها هذا كلام خاطئ هذا كلام غير وصحيح لأنك إذا قرأت في غير الفاتحة بقراءة شاذة فصلاتك صحيحة مع الإثم ولم تجمع الأمة على عدم صحة صلاتك نعم هناك أقوال لكن لم تجمع الأمة على عدم صحة صلاتك إن قرأت بالقراءات الشاذة ليس تثبت التي هي قراءة عشرية متواترة لا لو أتيت بقراءة شاذة وقرأت بها في الصلاة في غير الفاتحة فلم تجمع الأمة على أن صلاتك باطلة فهذا يتكلم بكلام من عنده هذا لا يفهم هذا لم يقرأ إنسان فارغ ولكنه مغرور ويريد أن يملأ هذا الفراغ بكلام أستاذ دكتور أستاذ دكتوره لا تعرف قراءة القرآن لا تعرف أنه فتثبت قراءة ثابتة هذه عقدة نقصة أنت تريد أن تسدها وعندما يتكلم يقول في الصفحة اللي على الشمال إيش الصفحة اللي على الشمال في حدا ينسب كلاما إلى مرجع ويقول لك في الصفحة على الشمال غير مبروك أعطي هذا دليل نقص عنده طبعا هو الكلام لا يكون لا بالصفحة على الشمال ولا في اليمين ولا في الكتاب أصلا ولا يعني أحيانا في بعض الأحيان لا يكون الكتاب أساسا ذكر المسألة التي تكلم عنها لكن فقط هو يتكلم لأن يعرف أن أغلب متابعيه من عوام الناس فعندما يقول لهم مثل هذا الكلام يظنون أنه حافظ الكتب هو القرآن الكريم وحافظ قراءاته القرآن الكريم يعمل حاله حافظ كتب ابن عبدالبر وحافظ مبارف إيش أنت ما تعرف أنه فتثبت قراءة عشرية سبعية وعشرية فهؤلاء يجب أن لا يتصدروا للناس لأن هذا فيه خطر على الناس فيه إعطاء فتاوى كثيرة خاطئة ونحن نرد نحن لا بد أن نبين للناس وليس كل الناس ستسمع إلينا فكثير من الناس يسمعون هذا الكلام الخطأ في التلفاز وهذا شخص مشهور ويسمعه كثير من الناس فلا يسمعون الرد ولا يعرفون أن كلامه خطأ فيخطأون في القرآن الكريم بسبب مثله ويخطأون في الصلاة بسبب مثله والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراك الذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه فبالجهل محضن يبتدي ويعيد ترجمة نانسي قنقر